السلام عليكم ورحمة الله الإخوان كديرين لبس عليكم بخير كانت من نام الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا على وحدة سيارة سيارة واعرة بزاف ومحبوبة بزاف هاد السيارة هادي من صنع فرنسي وكتسمة باللقب ديالها الفرشة الفرنسية هي رونو أربعة أو المعروفة عند المغاربة إيركاد هاد السيارة هادي عندها واحدة شعبية كبيرة وبزاف ديال الناس كيحبوها وبزاف ديال الناس طلبوني أنني ندير لهم فيديو عليها ونشارك معاكم المعلومات اللي عارفهم على هاد السيارة حيث كاين بزاف ديال الفيديوهات كتلقاهم كيهضروا على هاد السيارة ولكن ما كاين شي يعني شي معلومات كتكون موتوقة أو شي معلومات يعني جاي من شي مصدر موتوقة فلهذا قررت أنني ندير لكم هاد الفيديو هاد وغاد نعرفه كما العادة لمصارن ذيال هاد الرونو هادي أي حاجة متعلقة بها وغاد نهضروا على المهم أي حاجة بقوا معنا في فيديوهات باش ما نحرقش لكم الفيديو من الأول اليال نتعرفه على هاد الرونو أربعة فين بدأت وفين كانت كتصنع وفوقش وقفت في فرنسا وفوقش استمرات هاد الرونو أربعة بدأت في فرنسا في 1961 واستمرات حتى 1992 ووقف الإنتاج دياله في فرنسا واستمرات في واحد الدولة أخرى حتى 1994 وربعة وتسعين شكون هي هاد الدولة هادي اللي كانت كتعاون فرنسا وكانوا كيتعاونوا بيناتهم باش ينتجوا هاد السيارة هاد الدولة هادي هي سلوفينيا سلوفينيا حتى هي بدأت في الانتاج ديال هاد الرونو ربعة من 1961 واستمرات حتى 1994 ووقفات وكانت كتخرجها يعني الأسواق باش تباع اوكي تعرفنا هاد الشي اجيو دابا نقرب ليكم واحد المعلومة ونعطيكم واحد المعلومة فيها واحد الخلط والناس الله يسمح ليهم كيبقوا يقولوا شي كلام ما عارفينوش كيخلطوا ما بين ربعة ديال الخمسينات وكيخلطوا ما بين الار ربعة ديال ستينات وكيخلطوا معاها الار تلاتة المعروفة بالار طروة نحضر قليلا على الرونو القديمة المعروفة بـ C-V هذه الرونو القديمة، يا الإخوان، لماذا تخلطوا ما بين الرونو الخمسينات و ما بين الرونو الخمسينات و ما بين الرونو الخمسينات فكينوا واحد الفرق كبير جدا تقول الإنسان الرونو بدأت في 1961، يقول لك الله، كيش دمعك الغنانة يا وأنت يا أجيبه، ورد هذا الإنسان هذا الطريق يقول لك الله، راه الرونو بدأت كتصنع في 1950 و استمرت حتى 1994 و وقفت إلا 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 سوف نقوم بإمكانكم صويرة، وهذه سوف تلقاوها هنا و شوفوا مآية الشكل لها السيارة و شوفوا الشكل لها السيارة الرونو الخمسينات عندها الموتور في المالة، و عندها المالة في القدام في الكابو و الشكل ديالها في كرونو، و الشكل ديال الإر ربعة اللي كنا اعرفوها غير متطابق مع الشكل ديال الإر ربعة القديمة او السيفي القديمة عرفنا بهاد الشيء أجود بنتعرفوا على الفرق ما بين الإرر ربعة يعني ديال الواحد وستين ما بين الإرر ربعة وما بين الإرر تروة ال i r4 و i r3 تشابهه في كل شيء في أي حاجة في الهيكل اي حاجة في الكاب و في الهيكل كي هي تشابهه فيه فيما كيتشابه في الشيك في ال رابط دياله يكونوا فرق والحاجة الاخرى كتفرق ما بين r4 و r3 مشتبه في عني على هات الجهة هدي فين كيكونو الزجان ديال ليبان تجد الزج الاول والزج الثاني وبين الزج الثالث في اللور يعني كين الزاج الثالث في اللور هذه الرونو أربعة أما الرونو طروع كتلقى السرجم الأول وكتلقى السرجم الثاني والبلاثة ديال المالة فين غادي يكون السرجم الثالث ما كتلقاش السرجم ديال الزاج أوكي كتلقات مكديك البلاسة مبلع فهذه راها الرونو طروع ماشي الرونو كاط أوكي كانت مننا دبا تكونوا فهمتوني تعرفنا دبا على هذا الشيء أجي ودبا نتعرفه على دول اللي كانوا كيمونطيو هذا الرونو كاط وكانت تخرج للأسواق التبع أول دولة الجزائر المغرب الميكسيك كولومبيا البورتوغل أستراليا سلوفينيا شيلي إيطاليا إيرلاندا الأرجنتين اسبانيا وبلجيكا هذ الدول هذو كلهم كانوا كيمونطيو هذا الرونو أربعة وكانت تخرج للأسواق كتبع تعرفنا دبا على هذا الشيء أجي ودبا نتعرفه على الهياكل اللي خرجت بيهم هاد الرونو ربعة هاد الرونو ربعة أو هاد الإيركاط هذي خرجت بثلاثة ديال الهياكل الهيكل الأول اللي هو بي كوب والهيكل الثاني اللي هو فان يعني ستاسيون واغون ماشي طويلة قصية ورا فان يعني الشكل ديالها مربع والهيكل الثالث اللي فيه خمسة ديال الأبواب يعني بحل الشكل ديال لهاتشباك ربعة ديال الأبواب ديال السيارة والباب ديال الماله لصق معه إزاج هذي هي ديال خمسة ديال الأبواب تعرفنا دبا على هاد الشيء أجيو دبا نتعرفه على الألقاب ديال هات السيارة هذي على حسب المحركات اللي خرجوا فيها اللقب ديال هالاول خرجت بالاسم ديال رونو ربعة حرفية ما كي الله ار لحتة شي حاجا اللقب ديال هالتاني خرجت رونو ربعة اللقب ديال هالتالث خرجت رونو ربعة تي L واللقب ديالها الرابع خرجت برونو ربع جي تي L واللقاب ديلها الاخر رونو 4L واللقاب ديلها الاخر رونو R4L هده هما الالقاب اللي خرجت بيهم هاد السيارة وكانت معروفة بيهم كان شي بعض الناس كيقل لك كاين جيتي اكس وكاين تي اكس جيتي اكس والتي اكس رغم ما كانش كي موضي فيه لها المحركات اخرى ديال جيتي اكس وديال تي اكس حسنا يعني تعلم قليل سوف نعرف على المحركات من المسلحة و لكن لها forty andra من المحركات من المبgeneration السعود المحرك السيئة لمحرك السماعة سيئة الشيئها سوى وتعود ساعة المحرك الثاني 747 cc المحرك المحرك 780 cc المحرك المحرك 780 cc 839 cc المحرك المحرك الساعة 845 cc المحرك المحرك 800 b11 b 4 hey ندرجو للمحرك المحرك 957 cc المحرك المحرك CS what it is المحرك المحارك المحرك الساعة 1s الساعة 1.1.0 كود المحركة C1A4SLANDER INLINE هذه المحركات التي تكون لديهم الكودات C يعني هذه المحركات يكون في بعض السيارات C3WIN وكاين المحرك الملقب في GTL هذا المحرك يكون في RONO5 كي نكون متفاهمين تعرفنا على هذا الشيء نتعرفه على هذا المحرك في الكابو الحطة المحرك في الكابو فهو طولي على هذا الشكل يعني NLINE نظام ضخ وقوده يعني الليسانسه يخدم بالنظام الكاربيرايتر العادي يعني الكاربيرايتر العادي لا يوجد الكاربيرايتر الضو هذه السيارة فيها محركات عادية نتعرفه على النظام الدفع أو النظام الجر نظام الجر في هذه السيارة فهي نظام الدفع الأمامي أو الجر الأمامي في المغربية السيارة تجر بالقدام تعرفنا على هذا الشيء أجينا نتعرفه على الـ Gearbox في هذه السيارة أو لابوات الفيتاس لابوات الفيتاس في هذه السيارة خرجت بجوش لابوات بجوش لابوات مانيال مكاينج أوتوماتيك لابوات الأولى فيها 4 سبيد يعني 4 رابور ولابوات الثانية فيها 3 سبيد يعني 3 رابور تعرفنا على هذا الشيء أجينا نتعرفه على النظام السيارة في هذه السيارة ونتعرفه على النظام الفرينج في هذه السيارة النظام السيسبيد لها جهاز التعليق جهاز التعليق الأمامي فهو مستقل كل رويضة على حدة والنظام جهاز التعليق الخلفي فهو مشترك الخلفي الخلفي وخارج المدينة الخلفي الخلفي كين اللي كتهز 30 لتر وكين اللي كتهز 35 لتر يعني الخزان دياله صغير الكنسوماتيون ديال هاد السيارة هذي حلو انيكم مزيان وسمعوني مزيان المحركات اللي جاي بهم هاد السيارة يعني المحرك ديال 600 سيسي حتى ال 1.1 لتر يعني ما كتستهلكش نهائيا لا داخل المدينة ولا خارج المدينة يعني سيارة اقتصادية بزاف إلا جي تدير الحساب غادي تحير يعني احنا نديره بحالي لاندك يعني موتور موتسيكل يعني بحالي لاندك موتسيكل ديال سكوتر سكوتر شحل غادي يكون لك داخل المدينة وخارج المدينة يعني إلا جي تتحسب نقوله مثلا تدير 30 درهم ديال الليسانس تربيع حتى تشبع وتولي الدارك وكتلقى باقي فيها الخير والباراكة إلا جينا نحسبه شحل كتاكل خارج المدينة خاصنا واحد السل ونقوله وكنا نحسبوه بالميلي لتر ماشي بالليتر، بالميلي لتر يعني سيارة اقتصادية بزاف اوكي داخل المدينة مقدرو نقولو تاكل ديك مثالا واحد لتر في المية اوكي يعني سيارة ما كتاكلش أو نقولو كتاكل إلا كانت كتاكل بزاف نقولو كتاكل 3 لتر في المية داخل المدينة هاي سيارة اقتصادية هاد الشيء اللي بكت لكم قلت لكم إلا جينا نحسبوه يعني شحل كتاكل غادي نقول ليوك نحسبوه بستيلو والماكينة دي للحساب خصنا نطيحوا الحسابات بالميليليتر عاد باش نجمعوا الحسابات في الليتر شحل كتاكل اوكي ولكن على جي قلت لكم حلو وقلت لكم معي مزياد كين سيارات كياكلو اللي عندهم محركات اخرى من غير المحركات اللي خرجت بهم من لميزو يعني المحركات كيكونو فيها المحرك ديال اير 5 كيكون فيها المحرك ديال اير 9 كين لكي م Cute لها المحرك ديال اير 19 ديال الrono 19 اوكي تعرفنا دبع لهات الشيء اجوا دبعنتعرفوMaryكل ديال هات السيارة ويش مزيان ويش مزيان ويش مزيان ويش صبار ويش ماشيصبار ويش تابتت في الطريق وش ماتتحك في طريق والى اخره الهيكل هذه السيارة رونو اير 4 فهو هيكل مزيان صحيح صبار تقدر تسافر به تمشي به لأي بلاسة بغيتيها غيه هو سيارة خفيفة كتوزن 670 كيلو جرام يعني سيارة خفيفة وإذا جينا نقارن السرعة المحرك ديالها مع الهيكل ديالها فهي كتكون تابتة في الطريق يعني حتى الفرانة إلا ضربتي الفران على غفلها فالسيارة ما كتهربش بيك الليمين و ما كتهربش بيك الليسر علاش? سرعة القصوى ديالها 100 كيلو متر في ساعة ما تقدرش تزيدها بزعف المحركة اللي كيكون فيها ديال الموديفيكاسيون يعني مركب ليا محرك آخر كا طييح ديالك 180-120 كيلو متر في ساعة اوكي? حلاكنا نضرع المحركات اللي جايين مأهم اللاميزون ديالها المحركات التي تأتي معها من الميزون فكيكونوا متوازين مع الهيكل السيارة يعني الهيكل السيارة يكون تابت بعض الشيء على الطريق وخفيف يعني السيارة فارغة كتوزن 650 كيلو جرام دي الوزن ديالها مع التقل ديالها والراكب اللي ركفيها حسب شحال فيك من كيلو وزي تطلع يعني السيارة كتكون مزيانة في الطريق ما كينش انحراف ما كينش شي زليق ما كينش شي حاجة وإلى أخيره السيارة كتربيك الليمن وكتربيك الليسر دوك الناس اللي كيكونوا يعني ما كيتهلاوش فيها أجيو ديبا نهضرو على القطع الغيار ديال هاد السيارة هادي واش متوفر واش ماشي متوفر حلو دنيكم زيان وسمعوني بحال المحركات اللي من 600 سي سي حتى 900 سي سي وقطع الغيار ديال المحرك كيكون بعض الشيء ما كينش في بعض البلدان ولكن بعض البلدان القطع الغيار ديالها موجود واش رخيص واش غالي القطع الغيار ديالها رخيص بزعف والمحركات اللي السيئة ديالهم من واحد فصيلة واحد لتر للفوق يعني غمزت ليكم هكا فهموني للفوق القطع الغيار ديالها متوفر ما غاديش تحير معا نهائيا وهذه الغمزة هادي اللي غمزت لكم دابا في هادي الفيديو غادي نقول لكم شنو علاش غمزت لكم اوكي اجي ودابا نهضرو علاو الميكانيك ديال هات السيارة هادي واش معقد واش ماشي امعقد الميكانيك ديال هات السيارة هادي فهو ماشي معقد نهائيا اوكي اه ما تحير ش مهاني هاين في الميكانيك ديالها كتحل الكابو الكابو ديالها كتدخل راسك يعني موتور غيسغور كتصلاح الله يعاون لا يعاونها الموتور ديالها غادي درع له نحنا كم قولون ليه فغادي درع له يعني غادي تأنقو غا تعلنق دك المحرك هكا وتهزو تهزو ثلاغي انت بيدك مو احرك اصلا خفيف مش يتقيل القبز أزاف كات الزغير بيدك وكتحطو على بره كتصلحه كذا وهدي وهدي. لغا هو كين واحد الاشكال. مهار كتبغي تحيي المحرك من الكابو. كتحطو الارض كتبغي تصلحه عند الميكانيك. را كيتقام عليك ب الف وخمسمائة درهم. الف وسبعمائة درهم ديال الاصلاح لهذا المحرك يعني من ا zero. اوكي? باش نكونو متفاهمين. وشي ميكانيك اخر يعني ما يشمتكش. هذا هو التامان ديالها را معروف عند الميكانيكية. الف وخمسمائة درهم. الف وسبعمائة درهم. وكين اللي كيتلغ ليك قل. اوكي? تعرفنا دبا على هات الشي. اجي ودبا نتعرفه. يعني علاش قبيلة درت لكم هكا وغمزت لكم. المحركات اللي كيكونو فيها واحد فصيلة واحد لتر للفوق. كيكونو فيها محركات كبار. اللي كنهضروا على محركات كبار. وهات السيارة اجي ودبا باش نكوني معنا يعني نهضر معاكم على بلاطة. هات السيارة ما غا توقعش معاها في البياس ديال المحرك ديالها نهائيا. علاش? عندك محرك ديالها اوريجينال ديال رونو ايركات اللي يخرج معاها من اللاميزو. مهار ما كتلقاش البياس. كتحيد هاد المحرك هادا. كتحطو له عندك في الدار. كيبقى عندك بيكور. علقوه في القاراج. كتجيب المحرك ديال اير خمسة كتركبو لها. يعني المحرك ديال اير خمسة موجود. والاير خمسة فيها من واحد ليتر للفوق. هادي هي هي اللي اشغل مستليكم قبيلة في الفيديو. كتجيب المحرك ديال اير تسعود. المحرك ديال اير تسعود. كاين فيه من واحد فاصيلة جوج ليتر للفوق. كتركبو فات السيارة. يعني القطع الغيار موجود. ما هادش تحير معها. كتجيب المحرك ديال اير تسعطاش One 19 كتمودي فيه الى هي تركبو ليها. يعني القطع الغيار موجود ما هادش تحير مع هاد السيارة هدى إذا كانت تريضها لك. والقطع ديال الغيار ديال هاد المحركة هادو يعني كيكونوا رخاص فلافيراي. ماشي غالين بزاف. آكي القطع الغيار ديال الهيكل ليال هات السيارة هやって ما غاديش تحير معها نهائية. علاش? حيت كاين رونو اخرى بحاضرون وخمسة رونو تسعود كترك بالقطاع دي الغيار دي الهيكل ديال هم كتركب شي في شي اوكي يعني ما غادش تحير نهائيا مع هاد السيارة هادي لكانت عندك هادشي علاج كتليكم هادي رهيقوتة اجيوا دبا هضرو على العيوب ديال هاد السيارة العيوب ديال هاد السيارة هادي يعني ما كانش عيوب في المحرك المحرك غير حيدو هاد الفكرة هادي من رأسكم محرك ديالها مقاتل اللي اعمرها دار يضرب معا كل مسافات طاويلة تسافر به غير هو تهلاليها في المادية للرادياتور ديالها وتهلاليها في الزيت ديال المحرك ديالها اوكي الزيت هنا كاين واحد الاشكال وحلو ادنيكم مزيال السيارة اللي خارجها من الستينات حتى التسعود وثمانين بالخمستاش دوبل في اربعين والمحركات اللي فوق تسعود وثمانين يعني من التسعينات اش من زيت كان ديلوليهم كان ديلوليهم الزيت ديال عشرة دوبل في اربعين اشي هذا بنهضروا على العيوب اللي كاين في هاد السيارة هادي العيب الاول اللي كاين فيها هو الضيق سيارة صغيرة ضيقة بالنسبة للسائق وضيقة بالنسبة للركاب للور هذا هو العيب الوحيد اللي كاين في هاد السيارة والعيب الاخر اللي غادي يجي في هاد السيارة هادوك الناس ديالها هاي كلاسك يقول لك اه شمن اشمن اه ننشي انا نركب في الاركاط والاركاط قديمة ها السيفلان اشتديك الاركاط اللي كتقول لي انت يقديمة سير سول في فرنسة في المتحف شحال ساوي ادابا وسول عند خوك المغربي اللي يعني مهلي فيها شحال ساوي ادابا و الإصابة الوحيدة يعجبك لقبط بها مثلاً وتعفض سمعة عاج من هذه المياه و إيجاد التي يجب their body و إيجادك لهاب و إستمره و إيجادك للهواء و إيجادك ول supported andạ المصابة الإنسان يعني أنك تكون 90-90-90-90-90-90-90-90-90 أوكي و حالها تحافظ على السيارة و الناس للهي كلاس الناس دي الله هاي كلاس كيدخلوا لها السيارة كيقول لك السيارة هادي هادي هاد السيارة هادي راها تحفى ما كان قلبوش حناية على الحاجة اللي فيها يعني دي الله لا هاد السيارة هادي كلاسيك وعاد الحاجة قديمة تحفى مهمة اخوان وصلنا لنها دي الفيديو الله يعاونكم بارتاجوا المعلوم عن الناس اللي ما عارفينش وسمحوا لي لك هان الفيديو طويل تالاوليا حتى الفيديو جاي ان شاء الله